ظهور جديد للمخرج ونائب السابق خالد يوسف رجع وتواصل مع الجمهور المتابعية على حساب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وده علشان يقول انه تصاب بغير اسكورونا المستجد ويطلب الدعاء من جمهوره ومش بس كده بدأت اتداول اخبار وانه ناوي يرجع مصر فترة جاية فهل خالد يوسف بيحاول يقرب من الجمهور المصري تاني علشان يدعموه يقدر يرجع؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده تابعونا ما تنسوش طبعا لو او مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان تعرفوا كل جديد كتب المخرج خالد يوسف بوست على حسابي بموقع فيسبوك وقال انه تصاب بغير اسكورونا وده خلال اقامته خارج مصر وقال خالد فيه انا استلمت الان نتيجة فحص كورونا الحمد لله اللازل لا يحمد على ما كرون سواه طول الوقت على سفر ولم اصاب بكورونا وديني بعد طول السمود اصابته بالفيروس والحمد لله انا لا اشعر باي اعراض من اللي بيقولوا عليها دي دعواتكم ان تمر بسلام وكمان طالب خالد يوسف من المتابعي بالدعاء لشقيقي بالشفاء واللي حالته حارجة بعد اصابته بفيروس كورونا وقال دعواتكم للشقيقي اللازل ما زالت حالته حارجة وده اللي خلى الناس تربط انه بيحاول يظهر ويتقرب من الجمهور علشان ناوي يرجع مصر وده اللي اتأكد من مصادر كتير الفترة اللي فاتت واللي برضو اكده الاعلامي عمر قديم وده بعد ازمته الشهيرة مع الفيديوهات الاباحية وادانة سيدات كثيرة معه وبعدها قرر السفر للخارج وما تعرضش لأي مسألة قانونية بعد اعلانه ان كان متجوزهم كلهم عارفين وكشفت مصادر مقربة من خالد يوسف عن نيته لعودته قريبا لمصر بعد سنوات قضاها خارج البلاد بعد ما عمل مشكلات كتير في مصر الفترة الاخيرة وكمان كشفت مصادر قضائية ان المخرج خالد يوسف معلوش اي قضايا وان موقفه القانوني سليم جدا وبيتمتع بكافة حقوقه كمواطن في التنقل والسفر من المكان للتاني واكدت انه يمكن دخوله لمصر في اي وقت وانه غير مطلوب على زمة قضايا وكمان اتكلم الاعلامي عمر قديم في حلقته برنامج الحكاية عن عودة المخرج خالد يوسف المرة تانية لمصر وقال خالد يوسف الراجل اللي من الناس اللي كانوا معنا واللي صور مظاهرات بتاعت 30 يونيو وراجل في نسيج الثورة وتحدى الاخوان معنا وكان ضمن المعارضة الوطنية بالبرلمان وقال انا مش استاذ تاريخ لكن ده اللي بيحصل في صورات العالم وصورة يونيو كان اهدفها واضحة وتحققت وخالد يوسف من احب الشخصيات وهو من ابطال 30 يونيو اللي قدروا يتخلصوا من جامعة الاخوان وخالد يوسف دخل مجلس النواب وكان في تكاتل 25-30 وكان معارضة وطنية والراجل ما كانش من معارضة اللي بتروح تقبض من برا او بيعارض من الخارج وخالد له اراء واضحة ونتفق او نختلف بس عاوزين نعرف نستوعب هزا الامر